السلام عليكم معكم محمود ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هديه لو بإذن الله تهم اما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلاتنا على بركة الله تعالى مرة كانت فتاة مسلمة مع اخوها المسلم من روسيا وعايشين في مصر جالها عريس عايز واحد يتزوجها وكده رفضت في الاول فأكلم اخوها وبتاع أخوها قال لها الراجل شكله كويس لو عايزها اوكي مش عايزها ارفضي تاني وخلاص ويبقى دي النهية فقالت طبعا عاعد معاه اشوف فقعدت معاه بحضور المحرم وبتاع فمن بعد القعدة قالت طبعا شكله شخص زكي جدا وعارف هو عايز ايه ودي حاجة كويس فأنا موافق خلاص تمام اخوها قال لها بس خلي بالك من كذا من كذا وانا مسألته الاسئلة دي والراجل بصراحة يعني جاوب اسئلة كويس طب خلاص لو لو انتي جاهزة اقول له ايه تقدر تتجوزي امتى او كده عشان راجل مستحجل ده عايز تتجوزك دلوقتي لو عايزة وقت نقول له كده فالمهم الشاب المصري اللي عايزة تجوزها اه راجل نيته طيبة وبتاعه وسألها الاسئلة البديهية وقال لها يعني لو عايزة فاترة مثلا تفكري او تحضري نفسك للجواز شهرين ولا حاجة ما جراش حاجة قالت له طب انت انا عايزة عيش في روسيا لو ينفع قال لها لا ما ينفعش انا هنعيش هنا المهم فاتوسط مع بعض صحابتها بقى ده انا في عريس متقدم لي وبصلي صلاة استخارة وبفكر وحاجات كده فا احدى اصدقات اصدقائها معرفش مسلمة ولا لأ بس يعني احدى اصدقائها قالت لها ايه انتي تتجوزي واحد مصري ايه انتي مش عارف المصريين دول الشباب المصري سنه كم سنة قالت عند 31 سنة كمان لو يكون اسم احمد او مصطفى قالت لها ايه المشكلة في احمد ومصطفى استني هبعتلك وراح تبعتلها ايه على التليجرام كم فيديو كده ايه على اليوتيوب وعلى حاجات كده ليه ناس كانت بنات اتجوزت راجل مصري واحد اسم احمد مرة واحد اسم مصطفى او حاجات كده فاللي تتجوز واحد من مصر ده هتشوف الويل ده هاي بهدل هيدربها هاي مش هديها فلوس ده بخلة ده بتاع هياخد بصفورها ويمناعها من الصفر ده بيدرب بيدربوهم ده بيدربوهم مخدرات كلهم ده فطبعا البنت كانت طيبة ومش على بالها الكلام ده فجئت ايه ده ده بيعملوا كده وبتاع فراحت ايه 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 لالاخوها قول له مش عايزة اعتذر له فراح قال له هو كلام عيال ولا ايه قلت له لأ ما اصلا انا عرفت ان المصريين مش كويسين وبيبتاع هلا مش انتي قلت الراجل كويس وزكي وبتاع ده لا لا بيقولوا انهم بيمثله وبيبين ان هو متدين ومحترم وبتاعه بيطلع مش كده خالص انا شفت الفيديوهات تأكدت هلا فيديوهات ايه وريني كده فالمهم هو بيقوله انا اول مرة اشوف الفيديوهات دي ويبدو انها حالات حقيقية فعلا وقال انا عايش في مصر وفيه ممكن ناس فعلا تبقى مش كويسة بشوفهم بس مش بالاحرى ان الراجل ده يكون كده قلت له لا مش عايزة اجرب انا خاف لا مش عايزة فالمهم الراجل بقى محرج اخوها وبعد تفكير قال لها انا هشوفه النهاردة الراجل طالي بيقابلني النهاردة اقول له نعتذر وخلاص قالت له مش عارفة هو الراجل كويس بس اصلهم كدبين بتقوله وبتاع وكمان اسمه مصطفى يعني هم من الاسمين شميعان احمد ومصطفى مش عارف انا شخصيا معرفش بس يعني المهم فقالت له بص اقول له هنقجل الموضوع شوي بس انا مش موافقة بس عشان ما نحرجوش وبتاع ده ونبقى موافقين لسه من اسبوع ونيجي دلوقتي نرفض فالمهم قالت له بس هرفض في الاخر قال لها تحب تعودي معاه تاني عشان تتأكدي لا 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 مش عايز اعود انا مليش خبرة في الحاجات دي وبتاع قال لها منا معاك بقى قالت له انت شايف كده قال لها انا مش شايف الا كده نقعد قعدة تانية ولو عايز اقعدة تالتة ده الماكسيمم وبعد كده ناخد قرار قالت له طب خلاص اعدتين كمان يبقى كويس فالمهم اعدت معاه اعدتين في الاعدة الاولى قالت بصراحة لا ايم مش باين عليه حاجة باين على انه هو كويس بس قال لا يعني اول لا لا قالت المرة التالتة بقى تباين ده اللى الناهية بقى فالمهم اعده الاعدة التالتة الراجل كان يومها جاي من الشغل تعبان فالمهم ايه يعني مرهق بيجاوب على الاد فالمهم انفعلت عليه في الاعدة قالت له هو انت بتخبي ليه ليه مش عايز تقول كل حاجة قال لها ده سألتيني كذا قلتلك ده الموجود انا مش هقلف حاجة قالت له لا لا انت بخبي حاجة فالرجل ساعتها المصري احس ان هي اللي مش كويسة قال ايه ده هي بكلمني كده ده كان كويسة جدا في اول اعدتين وفي الاعدة التالتة جايت ليه كده فالمهم قال لها انت اسلوبك متغير معايا ليه انا في حاجة غلطة انا في حاجة وحشة انا قلتلك في حاجة انا مش فالمهم البنت ستقول ايه احرجت قالت ما فعلا الرجل يعني قالت لنفسها كده انا فعلا مفيش حاجة وحشة عملها معايا بس انا ليه بكلمه كده بس عشان اطلع الحاجات الوحشة اللي جواك فبرده قالت طب افرد هو مفيش حاجة وحشة هيطلع ايه هو ده اللي موجود انت كده اللي بيانت ان انت اللي وحشة فالمهم بتقول ايه قبل نهاية الاعدة قلت له سامحني انا اسمع بصراحة انا اسمع ان المصريين بيكذبوا مش صراحة او فعايزك تحكي لي كل حاجة عشان ارتاح عشان لو بعض الجواز عرفت انك كدبت عليها في حاجة او ما خبيت عليها حاجة هزعل قوي ومش هقدر عايش معاك فقل لي كل حاجة اللي انا قلت لك كل حاجة قلت لك ان انا كنت خاطب واحدة ولم اوافق بس مفيش حاجة تاني مفيش واحدة كده ولا كده قال له مفيش فقلت له سامحني انا انا عايشة في روسيا طول عمري وفي روسيا فيه علاقات وحاجات كده والحاجات دي سهلة انا عارفة مجتمعكم ما بيقبلش الحاجات دي ولكن حبيت اتأكد قال له لا انا مش بتاع الحاجات دي ولا برافق واحدة ولا مش عارفة تقدمت الواحدة زي تقدمتلك كده بالزبط وافقت في الاول وقبل ما نمضي قودما رجعت في كلامها فقال له يعني الحمد لله ان انا متكدش اتعلقت بيها قوي فقالته يعني قدام اخوها قلت له يعني انت متعلق بي مثلا فقال له قدام اخوها بصراحة انا متعلق بيكي كشخص كويس جدا شخص فيه مميزات كذا وكذا وكذا وعارفة ربنا وبتاع فاكيد انا هتمسك بيكي الاخر لحظة مدام انت متمسكة بي فقال مهم فقال اخوها بيلطة في الجوطة يعني نقرأ فتحة وخلاص فالبنت اتكسفت كده وبتاع قالت اه نقرأ فتحة خلاص تمام والرجل قال خلاص انا موافق موافق وقروا الفتحة وحددوا معاد بعدها بفترة بقى تواصله بالتليفون وبتاع خلاص يعني نحدد تاريخ كذا وبتاع قبل يوم كتب الكتاب او عقد القران في بلده وجابه الاوراق المطلوبة وكل حاجة معتلت له كام سؤال كده جم برضو باسحاباتها تقريبا زنوا على دماغها وسألي كذا وعمل كذا بتعمل كذا بتعمل كذا عشان ما قدرش عايش معك فالمهم راحت تعطله كام سؤال كده فقال لك ايه الحكاية دي ده ده خلاص كان بالكتاب بكرة عقد القران من بكرة فقال كسلت بقى الاسئلة كتير قال كسلت بقى مش هجابه بغر تاني يوم فالمهم يجوم وبتاع وهي قعدة وهو قعد فشورت له كده هو كان قعد بعيد ديقه بس وبتاع فهي كان بتتقن لغة العربية فتقول له ألم اسئلة اسألك اسئلة لماذا لم تجب ومكشرة وكده لدرجة ان المعزومين في في القعدة يعني اه او في المراسم اللي بتتعامل لحظوا انها مكشرة وان في حاجة مزح عليها فقال لها ما تفضحي ناش قال لها الاسئلة لقيتها طويلة وإجابتها طويلة انا هجاوبك وكل حاجة كل إجابتها تكون إجابتها إيجابية بالنسبة لك انا متأكد ولكن هي الفكرة ما عنديش وقت انا راجل هتجوز تاني يوم فما فيش وقت ان انا قلت وفيش وقت ليا ده انا اللي مش عارب قال لها وانا لو عادت جاوبك ما كنتش هقدراجي النهاردة لان وراي حاجات كتيرة بعملها من الصبح وما تخليش عالي صوتي اكتر من كده المهم قالت له طويلة خلاص انا اسفة بس هتجاوبني على اسئلة قال لها حاضر قالت له بس هتفيد بايه بقى ما هيكون اتجوزنا خلاص فالمهم ضحك وضحكت وخلاص وعدى الموقف فاتجوزوا في اول يوم جوز بقى فبيقول لها هو انت يعني سؤال شخصي هو انت شخصية مو اسويسة قالت له لأ بس بحب مخابة ما نستشار احب استشير قال لها المشورة واضح النفط تخليك مترددة كتير جدا مش هينفع الحياة كده قالت له سمحني انا ساعات كده شكلي كده بس انا على فكرة مش مترددة انا باخد قراراتي بعد تفكير فالمهم قال لها ايه القصة قالت له بصراحة انا لها صديقة والصديقة دي خبرة مع العرب وكانت متجوزة واحد عربي قبل كده وبتاع فالمهم صديقنا ما بيعرفش روسي قالت له بص بتكتب لي فالله ما عرفش انتوا كاتبين ايه يعني فترجمت له على الجوجل ويش عارفين فطبعا صاحبنا ده عاد يضحك قال لها احمد ايه ومصطفى ايه ويه الفيديوهات اللي انت بتوريها لي دي مشاكل لازم موجودة في كل مجتمع والجوزة مختلط قطعا لازم في نسبة مشاكل وعدم تفاهم اذا كان ما بين الجنسية الوحدة بيحصل مشاكل فقلت له معاك حق وكده وبتاع وعاشوا في تبات ونعبات والقصة خلصت اه الى هذا الحد الدروس المستفادة من قصة النهاردة يا اخوة هو ايجادة الرجل على طمأنة زوجة المستقبل دي مهارة لا يتقنها الكثيرين فما تلاقي واحدة مترددة كده ومهووسة مش عارفي اما تلاقي زيادة عن لزوم دي ما تلزمكش لكن لما تلاقيها يعني بعض الاسئلة كده متحيرة نتيجة ان انت اللي اتأخرت في الاجابة يبقى العب من عندك انت حاول تطمنها قولها يا ستي الموضوع كذا 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 ما تتخربش من الاسئلة او ما تلاقيش نفسك مثلا سألت السؤال بكذا طريقة كذا مرة ومرة جاوبت بشكل مباشر خد بالك اما يبقى سؤال اجابته نعم او لا يبقى الاجابة نعم او لا من غير تفاصيل كتير ممكن تقول التفاصيل لو هي طلبت ولكن ما تقولش التفاصيل من غير ما تقول نعم او لا يعني مثلا راح تقولك انت حبيت واحدة قبل كده فتقول لها الحقيقة انا كنت في جامعة فيها بنات كتير او البنات كانوا قليلين ومعرفتش غير واحدة وبعد ما تخرجت عرفت واحدة في الشغل وكانت بتحاول تتقرب مني ايه يا عم القصة دي قول نعم او لا خلصنا يعني ما تطلعش روح البنت او هي في الاخر اما تقرأ كل اللي تشات مثلا لو كان بنتك تلاقي مفيش ولا سؤال تجاوب بالنعم او لا انت ما جاوبتش على اي سؤال قطعا يقولك ايه احد تسعتين تلاتة ارغي معاها وفي الاخر تقول لي ما جاوبتش اه ما جاوبتش بقيت بتلوع كده زي النسوءها نسوري في الكلمة لازم تكون راجل معاها كمان اللي بتتجاوز من شاب عربي عايزة الميزة اللي تتميزوا عن الشاب الروسي يعني هم في نظرهم بنات كتيرة اللي بتقرر ان هي او بتلاقي ان هي ما عنداش مان عنها تتجاوز واحد عربي بيبع علشان شايفة ان الروسي مش مسؤول قوي فاللي بيميزك عربي انك مسؤول قوي فالمسؤولية دي لازم تبان في افعال مع واحد لسه ما تجاوزتوش فتثبتها في ايه في الامثلة اللي انت بتطرح عليها في طريقة حياتكو في المستقبل اما تتجاوز تقول لها اما نتجاوز انا بقى هصرف على البيت انا اللي هجيب بقى الخضار والحاجات دي ما تتعبيش نفسك في الحاجات دي فتحس ان في راكل مسؤول الا لو انت عجاء بيتك حاجة وانت في السوق مثلا هتيها معاك وانت جاية لكن يبقى مسؤولية عليك لا ده مسؤولية علينا حاجات كتير بقى تبين لها الرجولة المسؤولية ازاي ان انا متميز هتديها مثلا حريتها بمساحة دي ومفهوم الحرية بالنسبة لك ايه ما دي حتة برضو بتحب تفهمها تقول لك يعني هتحبسني في البيت كل الكلام ده لازم توضحه وتبين وجهة نظرك فيه قبل ما تقول لها إيه اللي هيحصل كذا علشان انا وجهة نظري في الموضوع ده كذا ممكن هي ما لو سمعت انا هعمل كذا بس تقول لك دراج المتسلط ده هيحبسني لا مش معا مش عايزة لكن لو قلت لها وجهة نظرك ان انت ده من باب ان انا بقدس وبحترم زوجة المستقبل فعلشان كده هيحصل كذا فساعتها تفهم بقى ومسلا تقول لها انا عندي الشغل بتاعي مؤسستي الخاص وانتي انا هحتاجك ان انت مسلا تساعديني في الشغل فهتعودي في البيت وترجعيلي الحاجات دي عشان انت درسة محاسبة او حسابات يعني فهتمسكي الحسابات لاني مش هستق من حد غيرك وهيبقى الشغل ده واخد شوية من وقتك فانتي قبل الموضوع ده فهتقول لك هتديني مرتب قول لها طبعا هتديكي مرتب وانا اشتغلي ببلاش فهتفرح قوي بالموضوع ده لكن لو قلت لها هتشتغلي معايا وبتاع ده ومن غير ما تقول لها هتديكي مرتب وده هيبقى مسئوليتك بقى ايه ده مش هتفهم ان انت مثلا بتكبرها او بتهزر معايا مثلا بتقول لها انت مسئولة بقى ومش عارف ايه هتقول لك لا هيعملني هيشغلني موظفة ببلاش بقى عشان انا مرته ويلهف مجهودي ده جايبني يشغلني عشان يوفر تاما سكرتيرا ولا تاما محاسب فيه بنات بتفكر كده فهوضح كل النقاط لو سمحت ويا رب يهنيكم ويسعدكم مع زوجة المستقبل سواء كانت روسية او غيرها المهم تسعدك وانت تسعدها باذن الله سبحانك الله وحمدك اشهد وانلايا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نراكم على خير وفي خير بحفظ الله السلام عليكم امان